هذا القانون الإطار المتعلق بالاستثمار الذي اليوم جاء من بعد 65 نسخة سابقة قانون جد مهم الذي يجي تفعيلاً أولاً التوجيهات الملكية السامية خصوصاً في الخطب الملكية الأخيرة لصاحب جلال الله ينصره وكان واضح وعطى أهداف مرقمة بهدف تعبئة أكثر من 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 550 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026 هذا القانون الإطار المتعلق بالمتاق الاستثمار يأتي أيضاً وفق التطلعات النموذج تنموي الجديد بحيث يهدف هذا القانون أساساً إلى عكس توزيع الحالي للإستثمار لكي نوصله إن شاء الله في أفق 2035 دو تيار دي الانفتسيسمنت بخيفي وان تيار دي الانفتسيسمنت ببليك هذا هدف جد مهم وكي نوصله لكي هناك مراحل وكي هناك واحد الأهداف اللي جات مسترى في ميتاق الاستثمار اللي تم المصادقة عليه الوارح في لجنة المالية في مجلس المستشارين اللي تم المصادقة عليه بالإجماع هذا القانون اللي من الأهداف دياله خلق مناصب شغل قارة تقليص الفوارق المجالية بين الجهات العملات والأقاليم بهدف منح واحد المينح ترابية وقطعية على حساب المجالات أيضاً هناك نعطيه الأولوية لبعض القطاعات الإنتاجية في إطار تجاه لإنتاج والاستثمار المنتج نافي السيسماء البرودكتيف وأيضاً تحسين مناخ الأعمال تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط المساطير وأيضاً الرقمانة اللي ستكون في الإدارات ديالنا باش نسهله على المستثمار لولوج الإدارات وإنجاز الاستثمار دياله والمسروع دياله في أحسن الظروف كان هناك أيضاً منبيل الأهداف جلب الاستثمارات الأجنبية من الأرض الوطن وإلى جانب ذلك كان هناك تجاه الصادرات ونشجع المقاولات ديالنا باش تواجد على الصعيد الدولي ولهذا يجب أن نشجع لشمبيون نسيونو باش السيسمار ديالنا وصناعة ديالنا تقوى وتكون عندنا واحدة الجاذبية واحدة الحضور على الصعيد الدولي كان هناك أيضاً لبقى فرنس نسيونال تجاه الإنتاج المحلي ولولابين ميدين موروكو هذه كلها كانت من بين الأهداف الكبرى ديال هذا المتاق قانون الاستثمار وكيف كتعرفوا في أن مشروع قانون المالية ديال سنة 2023 أعطى واحدة إشارة واضحة باش نشجع الستثمار من خلال تخصيص واحد الغلاف مالي يال 3.3 مليار ديال الدرهم بهدف تنزيل هذا المتاق استثمار المتاق خسنا نشوفوه في شمولية دياله وهو واحد المتاق اللي الهدف دياله يكون عنده واحد الإشعاع على صعيد كل جهات وكل أقاليب باش يكون التواجد ديال المقاولة في هذه الجهات كلها ويتعطوا مناح باش نشجع الناس يمشيوا لواحد المناطق اللي اليوم كتفتقد المناطق الصناعية ديال السيتمار المناطق الصناعية كتفتقد الحضور شركات وازنة لك هذا هو الهدف دياله وحنا كنتدرو كتير من المراسيم لذيك خيدة أميكاسيون اللي غايجيو غادي يعطيونا رؤية أكتر على تنزيل الفعلي ديال هذا المتاق القانون الايطار للستثمار اشتركوا في القناة